أما فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل فبعيش لحظات عصيبة وصعبة بعد تسببه في خروج الصامبة من منافسات كأس العالم حيث سجل فرناندينيو هدفا بالخطأ في مارمالي وساهم في فوز بلجيكا على البرازيل بهدفين لهدف ويأشرت صحيفة لوكيب الفرنسية إلى أن لاعب الوسط البرازيل تعرض لهجوم عنصري شديد من جمهير بلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى حد العنصرية تطور الأمر لتهديده بالأتلة لفتت أيضا الصحيفة لأن والدة لعب منشستر سيتي الإنجليزي اضطرت لإغلاق حسابها الرسمي على شبكة أنستجرام هربا من الإهنات الشديدة